نصف مليون عامل تقريباً هو حجم الفجوة في حجم العمالة بقطاع الغذاء وفق الإحصائيات البريطانية الرسمية تراجع العمالة ليس فقط في الإنتاج فبحسب هيئة الصناعات الغذائية ثم تنقص في عدد صائقي شاحنات التوريد والتوزيع الذين ينقلون البضائع من المصانع إلى منافذ البيع وهذا تسبب به بريكزت أولاً ثم فاقمته الجائحة على مدار أشهر طويلة كثير من صائقي هذه الشاحنات كانوا أوروبيين وغادروا بعد الخروج أما البقية فهم يقضون أوقات طويلة في الحجر بسبب قوانين كورونا في العزل بعد مخالطة المصابين أو الإحساس بأعراض قد تقود إلى كوفيد-19 هيئة الصناعات الغذائية لا تستبعد أن يستمر نقص العمالة في هذا القطاع إلى أجل طويل وربما بشكل دائم ولكنها تقول أن هذا النقص لن يؤدي إلى توقف سلاسل الإمداد لمنافذ البيع الحكومة أيضاً تنفي احتمال نقص الأغذية في الأسواق البريطانية ويقول متحدث باسمها أن المملكة المتحدة تمتلك سلسلة إمدادات وتوريد غدائية عالية المرونة كما أن الحكومة تدعم شركات الأغذية وتسعى إلى حل أزمة صائقي الشاحنات بكل الطرق من بين الحلول التي تنظر فيها الحكومة في هذا الإطار توسيع نطاق التأشيرات للعمال الموسميين الذين يأتون من الخارج للعمل في المملكة المتحدة مدة تصل إلى ستة أشهر وهذه التوسعة قد تصل إلى 30 ألف تأشيرة سنوياً وفقاً للمصادر الرسمية